اشتركوا في القناة 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 من بعد ما ارتحت لي العاجين فغدي ناخدها وغدي نحاول نقسمها على أربعة عفوا غدي نحاول نقسمها على زوج ومن بعد كل جهة غدي نقسمها على ثلاثة بش تعطينا ستاديا الكورات غدي نكمل بنفس العملية حتى نسليك على الكورات ديالي وغدي نوضعهم بش ارتاحه تقريبا عشرة ديال دقائق وغدي نرجع لهم ان شاء الله خلي ترجمة نانسي قنقر ارتاحوا لي الكورات ديال العاجين ديالي غدي نحاول نورقهم بالنشاة بهذا الشكل نحاول نورقهم جيدا حتى يتبسطهم زيان وتولي تقريبا الارض كتبالية منهم يعني يكونوا خفاف بزاف واذا ما كانشم توفر عندك النشاة فممكن نديرهم بالزيت وحاولي ما امكان ما تطق بهاش باش جيك مثل منه زوينه من بعد كنقطها على ربعة بهذا الشكل اي كل كورا كتخرج لي ربعة ديال المسي منات وغدي نقذهم بهذا الشكل وغدي نوضعهم جانبا حتى نسلي داع الكورات ديالي ديال العاجين باش ننتقل للقلي كما كنتشوفوا فاس بقليس خنز زيت من قبل ومني كندير فيها مسي منات ديالي فكننقصها الأقصى دراجة باش طيب ليحتى من الداخل ماشي غير تحمر من برة وتبقى من الداخل خضرة وكننبقى ندير بالمعلقة الزيت بهذا الشكل كنحاول نوضع الزيت من فوق من المسي منات ديالي فكل ما كندير من فوقهم الزيت كما كتشوفوا راهم كيتنفخوا يعني هاد المرحلة مهمة بزاف هاد المسمن اللي كيتنفخ ديال الزيت كنستمر بنفس العملية حتى كنسالي قاع المسيم منات ديالي وكننوضعهم في طبق التقديم كيبقى التزيين اختياري بالنسبة ليكم فأنا يا من بعد ما طابوا ليه حطيتهم في يعني في شي شبكة أو لحتكي ستقطرهم زيان من الزيت باش ما توقاش فيهم هديك الزيت وتحيد لهم القرمشة ديالهم فمن بعد ما كيتنفخوا ليه كنوضعهم في تبصيل التقديم ما كانت تصلونش في العسل فقط كنوضع لهم العسل من الفوق بهذا الشكل هذا باش كيبقى محافظين على القرمشة ديالهم كيبقى تزيين كيما قدت لكم حسب الرغبة فأنا وضعت من فوقهم القليل من اللز مهرمش ثم لا بغتوا توضعوا إفيلي أو لا أي حاجة بغتوا تزيينوا بها فلكم كامل الإختيار كانت من شاء الله في فيديو كنا الإعجاب ديالكم لا تنسوش الاشتراك على قناتي وتفعيل الجرس للتوصل بجميع الجديد خليتكم على خير نتلقوا إن شاء الله في فيديو قادم